ماشي. الجينات المهمية تبقى يحمد هي حالة جينية. علشان تظهر يتحكم في توريسها زوجين من الجينات. ويتوقف ظهورها. الجين السائد على وجود جين سائد على الاقل في كل زوج. يعني لازم يكون عندك على الاقل مسلا. في كابتل مسلا وعندك مسلا ايه كابتل? يبقى لازم على على الزوج من الجينات موجودة. علشان يؤدي الى ظهور هذه الصفة. وغياب اي من هذه الازواج يؤدي الى عدم ظهور الصفة. وهنعرف دلوقتي ايه بعض الامثال. يبقى كلمة جينات متكملة هي نوع من الجينات بيتحكم في توريس هذه الصفة من الجينات. يتوقف ظهورها على وجود زوج على الاقل. يعني على سبيل المسال مسلا عندنا اللون الكرموزي في نبات بازلة الزهور. اللون ده بيتحكم في زوج من الجينات اللي هو مسلا وليكن ايه كابتل وبي كابتل. عشان يظهر اللون الكرموزي لابد من وجود زوج على الاقل. يعني لابد من وجود ايه كابتل وبي كابتل. ممكن يكون ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي كابتل او لازم يكون في حرفين كابتل. غياب احد هذين الحرفين زي مسلا ايه كابتل ايه كابتل بي سمول بي سمول يؤدي الى ظهور الصفة المتنحية او صفة اللون الابت. طب لو جينا اخدنا مثلا مثال على الالوان الكرموزية والالوان اللي بيكون بيضة. لدينا ان الكرموزي له اربع طول الجينية. يعبر عنه باربع طول الجينية. ممكن اول حال يا احمد يكون ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بكاتل. يبقى ده هيكون كرموزي. ممكن يكون عندنا حالة. كابتل بيكاتل بيسمول. ما انتم بتروا حضرتك شنطل امتحان? لا لسه. راح هو لك بعضع. يبقى انا عندي ايه كابتل ايه كابتل بيكاتل بيسمول. ايه كابتل اسمول بيكافتل بيكافتل اسمول او اسمول بيكاتل بيسمول. تلاحظ ان هنا على الاقل في حرف هنا طبعا في حرفين وهنا حرفين كابتل لازم على الاقل يكون حرف كابتل في الزوج الاولاني وحرف كابتل في الزوج التاني. يبقى انا عندي دلوقتي ممكن ايه كابتل ايه سمول بي كابتل بي سمول ده يقول على نون ايه او طراز كرموسومي او لون اسف كرموس. طيب يبقى انا لو طلعت العمشاك من هنا احنا قلنا من كل اتنين شبه بعض بناخد واحد. يبقى انا عندي ايه كابتل ايه كابتل هاخد منها ايه بس بي كابتل بي كابتل هاخد منها بي. يبقى دي مش هتطلع لنا غير طراز او هتطلع لنا امشاك واحدة بس او او مشيك واحد فقط. طب ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي سمول هيطلع لي هنا اتنين. الايه كابتل هتروح مع البي كابتل والايه كابتل هتروح موازمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يبقى ده كده بقول عليه لون كرموزي في نبات بازلة الزوغ. طب لو جينا خدنا التركيب الجيني بقى للون البيض ابعد عن اي الزوج يكون في كابتل. يعني مسلا لو خدنا اي كابتل اي كابتل بسمول بسمول. خدنا اسمول اسمول بكابتل بكابتل. خدنا اسمول او اي كابتل اسمول بسمول بسمول. خدنا اسمول اسمول بكابتل بسمول. وخدنا اسمول اسمول بسمول بسمول. تلاحظ ان هنا ما فيش غير على الاقل لحرف واحد كابتل. ده يؤدي لعدم موجود الصفر. لكن لازم يكون موجود على الاقل. دي هتطلع لمشيك واحد اي كابتل بسمول. دي هتطلع بكابتل. يبقى ازا اللون الابيض لخمس طرز جينية. دي واحد اتنين تلات اربعة خمس. ولكن اللون الكرموزي لاربع طرز جينية. طب لما نيجي ناخد بقى تزاوج ابيض مع ابيض. يعني مسلا اي كابتل اي كابتل. مع بي او بسمول بسمول. ده ابيض. لان ما فيهوش غير اي كابتل بس. فزاوج مع اي سمول اي سمول بي كابتل بي كابتل. يبقى هيطلع لهين يا احمد. اللون الكرموزي اي كابتل اي سمول بي كابتل بي سمول. هفهم معي ولا ايه الدنيا? ايه فيه. كمان. لو جينا اخدنا دي بقى دي هتديني اربع طرز جينية. دي ما قلنا من شوية. ايه كابتل بي كابتل. هتدين ايه كابتل بي سمول. هيدينا ايه سمول بي كابتل. هيدينا ايه سمول بي سمول. طب لما نيجي ناخد بقى طرز دي نعمل لها تزاوك. هذه الاربع همد فوق دا من المزكر والبع هنا من جوانة ساعة. دا ما دي ي meanings تدينا ايه كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل. ايه كابتل بي كابتل بي سمول. ايه كابتل بي كابتل بي كابتل. يعني هنبدل بقى نتزاوك دا مع دا ودا مع دا لغاية ما خلصت ستاشر سفر لما نلاقي حرفين بقى على الاقل ايه كابتل بيه كابتل نقول على هذا كرموزي طلع لي كرموزي تسعة وطلع لي ابيض سبعة لبا كده الحالة اللي بيكون فيها النسبة بنسبة تسعة سائد لسبعة متنحي فسميها جينات متكاملة طب ليه ليه سميناها جينات متكاملة لان زوج من الزينات بيشاركه في اظهار الصفر يعني بمعنى اخر الايه كابتل بيكمل البي كابتل لازم على الاقل يكون عندي زوج يعني ايه كابتل وبي كابتل بغياب احد الازواج ظهور الصفر المتنحية يبقى مرة تانية كده اللون الكرموزي عبارة عن اظهار او نباتات بازيلة الظهور يعتمد على اجتماع جين سائد او اكثر لانك اللي هما يشارك في اظهار الصفر بيتحكم في وجود انزيم معين يبقى الانزيم ده يا احمد ما بيتفرسي الا ما يكون فيه عرفين كابتل على الاقل موجودين في الصفر اللي عندي طب لو غاب بقى واحدة منهم يعني في ايه كابتل بس والتانية بي مول في الزوج الثاني او هنا ايه مول والتانية بي كابتل برضو هيؤدي الى غياب الصفر وظهور الصفر المتنحية ده عكس قانون مندل اللي كان بيوزع الصفر السائدة للمتنحية في الجيل الاول والتاني كانت بنسبة تسعة لتلاتة لتلاتة الواحد بيقول لي ما الترز الجينية والمظهرية دي لومبز اللي لقى الزغور الناتج من التحجينات الاتاية هناخد ده كده مع بعضه هنا هيتطلع لأيه كابتل بسمول اسمول بكابتل بسمول سهيتطلع لجمية اسمول بكابتل وهنا اسمول بسمول هنعمل تزاوج ده مع ده ادينا ايه كابتل اسمول بكابتل بسمول ده مع ده يبقى ايه كابتل اسمول بسمول بكابتل بسمول هناخد السفر اللي بعده ده مع ده هي كابتل اسمول بسمول بسمول آخر حاجة اسمول اسمول بسمول يبقى طلع للناتج كم يا احمد? بنسبة تلاتة الى وحد برضو المثال التاني عندي هنا كرمزي مع ابيض كرمزي مع ابيض هيطلع الناتج كرموزي بنسبة واحد. ابيض بنسبة ثلاثة. يبقى برضو نفس الكلام هيطلع لي نسب مختلفة عن النسب اللي موجودة في قانون مانتك. نشوف كده السؤال ده يا احمد. احنا عايزين نطلع عين. نكتبها بس قبل ما نبص على اي. يبقى هنا عندنا اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل. ده هيكون العين. لو اخدنا العين هيكون اي كابتل اسمول بي كابتل بي سموش. سين هتبقى اي كابتل اي كابتل بي سموش. طيب ناخد بعد كده. اه ناخد بعد كده صاد بقى هتبقى عندنا اي اي بي بي. عايزين بقى نشوف الاسئلة ما نسبة ظهور الطراز. عجيني صاد في النسل. صاد اللي هي دي. نسبيتها هتظهر في النسل كام. ما في زجارها يا واحد بس. يبقى هنا واحد على ستاشر. الاسئلة اللي عندك غير الاسئلة اللي عندك. والله. اه. اي دي نسخة دانية ولا اي اي اي. اكتبها كده لان الاسئلة اللي عندي اه عندك اشجعت عجين بين النباتة عين والنبات لاب. فيما نسبة النباتات تحمل ازهارا بيضاء في النسل الناتب. طيب مش مشكلة. انا هتأكد من نسخة كده لو كده اشوف النسخة الجديدة. بس انا عملت اه ويندوز فنزلت الكتب تاني. طب المهم. طب يعني بس في المسألة دي على الشاشة وبعد كده نبقى نزل النسخة الجديدة. عند اجراء تهجين. بس اي دي نسخة لانا كنت شغال منها معاك. يعني انا هي دي لانا مسايفة على الواطس. عند اجراء تهجين بين نبات عين ونبات لام. انا عندي عين اهو. وعندي لام ايه? يعني هنا ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي كابتل حجناها مع النبات لام. طبعا طالما في هنا حرف كابتل او اتنين كابتل يبقى خلاص نسبة الناتج هتكون سفر اللي هيكون فيها ابيض. يعني مش هنتج لابيض خلص. اي مما يلي ينتج اكبر انواع من الجاميطات. دور بقى اللي فيه ايه كابتل بسمول بي كابتل بسمول ده هنتج لاربعة. يبقى التركيب رقم لا. ما هي نسبة الافراد التي تقاطي اربعة مشاج? عايزين نسبة الافراد اللي تقاطي اربعة مشاج. طب هنا ده هيدي اتنين. ده هيدي اربعة الكابتل. في حاجة تانية ممكن تبدينا اربعة. ده هيدي اربعة وهنا عندنا ايه كابتل اسمول بسمول بسمول. هنا ايه كابتل اسمول. هدي كده اتنين. وهنا في كابتل اسمول. بكابتل اسمول بكابتل بكابتل هيدي مش هيدي اربعة. اه ده اللي هيدي. هو يطلع في الاخر تقريبا اربعة على ستة. ناخد نوع تاني من الجينات اللي هي الجينات المميتة. وايه هي الجينات المميتة بها. جينات وراسية عندما توجد بصورة نقية سيادة ومتنحية تسبب بقدران اللي كان الحي. كمان. يبقى الجينات دي لو موجودة تؤدي الى موت الكائن الحي بصورة نقية. لقينا ان في نوع من الفراء في الفران اللي هو واي كابتل واي كابتل. الفران دي لو صفرة نقية يؤدي الى موت الفرد. يبقى هي حالة جينية لو وجدت بصورة نقية بتؤدي الى تعطل العيد وموت الكائن الحي. طيب هنا عندنا بقى في جينات مميتة سائدة يعني لو وجد الحرفين كابتل واي كابتل واي كابتل او اي كابتل اي كابتل او اي رامز. ده يؤدي الى موت الفرد مباشرة او يؤدي الى تعطيل اداء الفرد. في جينات مميتة متنحية يعني لو وجدت بصورة متنحية زي سي سمول سي سمول مثلا لو غياب لون الكودروفيل في نبات الضرة وجين العطاء الطفولي في الانسان ده لو وجد بصورة نقية يؤدي الى موت الفرد قبل مرحلة البلوغ. عشان كده في بعض الاسر بتعاني من انها بتنجب افراد وبيموتوا عند ايه سن معين. طبعا ايه التفسير الوراثي بقى? طبعا واي كابتل واي سمول لو تزوجت معها بعدها هيطلع ربع الناتج ميت. يعني وجود جين من من الجينات الصفراء النقية يتسبب في موت الفقران داخل الرحل. يعني لو انا خدت واي كابتل مع واي كابتل حيدين الفرد ده يموت. لو اصفر بقى واي كابتل واي سمول او واي كابتل واي سمول ده هيؤدي الى حياة الفرد او حيفضل زي ما هو عايش ولونه اصفر هاجين. يبقى عندنا وراسة صفة لون الشعر الاصفر في الفيران دي حالة وراسية لو وجدت بصورة هاجين يؤدي الى حياة الفرد او يكمل حياته عادل الفيران الرمادية. والفيران الصفرة الهاجين. عشان كده دايما بينتشر الفيران الرمادية دي. والفيران الصفرة غالبا ما بتكون قليلة. لا يتم حساب النسبة دي. يعني النسبة دي ما بحسبهاش. عشان كده بقول نسبة الناتج بيكون واحد الى اتنين. لان في فرد منها بيموت او بيؤدي الى الوفاة. طيب ما هي نسبة الفاقت لما نهجينه اصفر. طبعا ذكر اصفر لازم يكون واي كابتل واي سمول. ما فيش عندي بقى واي كابتل واي كابتل هيجاوز لانه اصلا مات. مع انصة رمادية يبقى واي سمول واي سمول. يبقى انا عندي واي كابتل واي كابتل. هتتزاوج مع واي كابتل واي سمول. هيطلع الناتج عندي واي كابتل واي سمول واي كابتل او واي سمول واي سمول يعني هيطلع خمسين لخمسين. يا احمد فاهم ولا الدنيا صعب ايه فاهم يبقى بنقول تاني هي حالة ورصية اذا وجدت بصورة نقية هتؤدي الى موت الفرد في جينات مميتة سائدة زي جين توريس الفراء في الفق الفران السفراء النقية بتموت داخل الرحم ولا تحصل نسبت في عندنا سلالة تانية من البلدوج ودي موجودة في الابقار وبرضو نفس الكلام لو وجدت بصورة نقية دي بتؤدي الى موت الافراد يبقى سلالة من المشي الايراندية اسمها الديكستر ودي زيت ارجل قصيرة ولحم وفير وطبعا عندنا بتنشأ كتافرة في سلالة اصلية اسمها الكوري ولاحظنا كمان ان تزاوج سلالة من الديكستر كان الناتج اتنين تيكستر لواحد كوري يبلقوا ان الفرد البلدوج ده ها بيموت لو وجد بصورة نقية عشان كده دايما اللي بيربي الابقار الايرلندية بيتحاشى ان يزاوج ديكستر مع ديكستر علشان ما يزهلوش ربع الناتج ميت فدايما بيزاوجوا ديكستر مع كوري علشان ما يطلعوش ديكابتل ديكابتل يؤدي الى موت الجيل او فقد ربع الناتج في بقى نوع تاني من الجينات اسمها الجينات المميتة المتنحية ودي لو وجدت بصورة نقية برضو ممكن تؤدي الى موت الفرد بس هنا بقى هتكون متنحية مش سائدة هتكون متنحية متنحية او اسف مميتة متنحية لما جينا لقاحنا بقى سي كابتل سي كابتل سي سمول مع سي كابتل سي سمول طلع ربع الناتج ميت اللي هو سي سمول سي سمول لان هنا جينات مميتة متنحية يسود جين الكودروفيل اللي في نبات الدرع على غيابه يؤدي اجتماع زوج من الجينات المتنحية معا بغرض النظر او لقد العدم تكوين الكودروفيل وموت النبات قبل النمو طبعا تمثل الباديرات اللي تزبط 25% افراد الجيل وتمثل هذه الصفة في اباء من تركيب جيني سي كابتل سي سمول ادي سي كابتل سي سمول ده معادي دينا سي كابتل سي كابتل سي كابتل سي سمول سي كابتل سي سمول ده هيموت بادرة تموت ويبقى لهنا النسبة التلاتة الى واحد والواحد ده طبعا هيؤدي الى الموت او الفقد يجب تقنب بقى فقد الدرة على جميع الباديرات ان احنا ما نجوز اغدر مع اغدر بحيث ان عنده تلقيح نباتين نقيين اه في الصفة السعيدة ويمكن تلقيح نبات ناقي في الصفة السعيدة والاخر هجيز يعني سي كابتل سي كابتل مع سي كابتل سي سمول مش هيقدي الى موت النبات بيقول لي هنا بقى في السؤال ده في بعض الحالات الوراثية يعرف بالحق العتا العتا ده طبعا لو موجود في الفرد هيؤدي الى آآ موت الفرد قبل مرحلة البلوغ في بعض الاسر بتعاني من المرض ده لو انا عندي بقى تزاوج اسمول مع اسمول ده هيؤدي الى موت الفرد ولكن ايه كابتل اسمول او ايه كابتل ايه كابتل بيظل عادي عايش عايش طبعا تتشابه بقى المميتة السعيدة مع المتنحية في موت نسبة 25% النسبة في الافراد طرز المظهرية وعدد الطرز السعيدة طبعا والمتنحية عندنا هيكون بنسبة اتنين الى واحد شوف كده الجزء اللي بعد السؤال ده ازا علمت انك زين صفة العيون النجمية في حشرة دروسوفيلة جين مميت في صورة النقاية طيب نحاول نحلو بقى السؤال ده جين صفة العيون في حشرة دروسوفيلة ده من الجينات المميتة ماذا يعدم ازا انت زاوج بقى كل من نجمية العيون فسر ما يحب ها عندنا بنقول تاني لو علمت ان صفة لون العيون النجمية من الصفات السائدة المميتة في صورة النقاية ماذا يحدث انت زاوج بقى كل من نجمية الشكل فسر جد يعني مثلا هنفرض ان انا عندي اس كابتل اس سمول مع اس كابتل اس سمول طبعا دي نجمية الشكل وده نجمية الشكل لو احنا خدنا بقى اس كابتل اس كابتل مع بعضها دي هتموت اس كابتل اس سمول هتعيش اس كابتل اس سمول وبعدين اس سمول هيطلع ربع الناتج ميت اللي هو اس كابتل اس كابتل ماذا يوجد في ابكار جين مميت مع نسبة الافراد العادية النتيجة من تزاوج فردين متباينين العامل والرسيلة هذا الجين يعني لقينا ان فيه جين في الابكار مميت ما نسبة الافراد العادية الحاجين النتيجة من هزا التزاوج بين فردين يعني انا خدت مسلا دي كابتل دي سمول مع دي كابتل دي سمول طبعا هنا بقى بيوجد في الافراد الافراد النتيجة من تزاوج فردين متباينين اللقاحة الافراد العادية طبعا الهجين هتكون بنسبة خمسين في الماء اخر حاجة يا احمد في الدرس ده تأثير العوامل البيئية على فعل الجينات عندنا اول حاجة ان عامل الضوء مثلا بيقصر في انتاج الكولروفال فلاقينا ان احنا لما نعرض النبات لضوء الشمس بيبدأ يكون مادة الكولروفال ويؤدي الى نمو النبات لو احنا معرضنا نروش للضوء هيؤدي الى موت بادرة النبات زي حبوب القمح او الضرة وده ممكن آآ ما يتكونش الا في وجود الضوء في بعد كده اوراق نبات الكولروفال الداخلية لما نعرضها للضوء بتبدأ تتحول للون الاخضر نتيجة لتعرضها برضو للضوء لانا كمان ارانب اسمها الهيمالايا دي بتعيش في المناطق البردة بنلاقي ان مثلا الفم والرجلين بيكون لونهم اسود لما جم حطوا على ضهر الارانب دي فطعة من التالج وصبوها الفترة لان الفرق بدأ يتحول للون الاسود ده شكل الايه الارانب هاي تتميز بقى سلالة ارانب الهيمالايا في اطرافها كالاقدام والدين وكذلك منطقة الانف والفم بينما يكون لون الجسم ابيض فعندما ازيل الشعر الابيض من ظهر الارنب وربطه فوق وكيس لو جدا انه يكون لونه اسود طبعا ده نتيجة لعامل البيئة او عامل البرودة اللي حول منطقة الظهر دي الى منطقة اسود بما تفصل الديل والازين والاقدام في منطقة الامر باللون الاسود طبعا نتيجة لتكون جين قد الى ظهور الفراء الاسود وده بيتأثر بعمل الحرام بما تفصل نمو الشعر اسفل الكيس مفسر ان درجة الحرارة بتؤثر على فعل الجينات. معي احمد ولا تمام? ايه معك. يبقى احنا دلوقتي خدنا ان الجينات بتتأثر بعمل الحرارة زي او عامل الضوء وده نتيجة ايه بقى? نتيجة وجود الضوء بيؤدي الى تكوين الكودروفال وتكوين درجة الحرارة بيؤدي الى تكوين الفراء الاسود في الاراني. كده عنا خلصنا لسندان حل كده سؤالين نفس الاسئلة عندك? ايه? نفس الاسئلة? ايه كده? نا مش نفسها. يعني دي مختلف. اه. طب هناخد من هنا خمس اسئلة كده او سبعة وبعد كده. بكرة نشوف الكتاب التاني. طب اه شايف هنروح لبيه واجه بشان المفوضة تصحر دلوقتي. وانت الساعة كم عندك دلوقتي? الساعة اتنين. اه. طيب ماشي خلاص. لو بكرة انت برضو فاضيت كده عايزين بقى نزبط معادنا عشان الوقت تقرى بيخلص. فبقدر الامكان يا احمد اتنين وخميسنا حاولوا نزبطوا المعاد. علشان آآ نخلصوا المنهج بتاعنا. ماشي. ماشي. ماشي.